يفتتح المنتخب الوطني مشواره بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الكويتي عند التاسعة مساء اليوم على أستاذ عمان الدولي وكان المنتخب قد أنهى تحضيراته الفنية والبدنية حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي على الجانب التكتيكي الذي سيظهر به النشامة في لقاء اليوم هذا ويلتق المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني عند الخامسة عصر الثلاثاء العشر من أيلول في ماليزيا ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم